المدى يتنحى وقع يدومون فيها الشعب المدى 22 فبري اسميه احنا هيا بنصالح معين ومعين ماشي منتخب منبا ومعين في الثلاث الرئاسي تمام منهم منهم وإليهم احنا مناش قابلين انو راح يجنب الجزائر تمام زلاقات نحن في غناء عنها تعطيل مفاصل الدولة وتعطيل مصالح الناس ما كما يقولون ما هوش في صالح اي مواطن نتمنى ان شاء الله ستكون نوائل حسنا فقط هذا مكان ومعيناش بلد اخر غير الجزائر يعني والله غير انتمنوا عني هذا الاصلاحات لمعجازم يديرها القيد الصالحة القيد قوات اركان الجيش الشعبي الوطني يعني احنا فيما يخص المدى 102 من الدستور احنا اي مدى بنا نفعلها لانه هذا اول حجرة هو مكسب الحراك هذا يعني مكسب المطلب الاول اللي كنا قابلين وقبل اللي كنا حابين يكون من اول وهلا احنا مبدئين تبان مليحة ان شاء الله نتمنى تكون لجنة مستقلة ان شاء الله تنظيم انتخابات مستباقة ونتمنى الخير ان شاء الله لبلاد هذي يا اخويا وتكون القصة الكبيرة في هاي الشباب هذا وش نتمنى اقتراح القيد الصالح بتفعيل المدى 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئاس الجمهورية يعني مبدئيا تقدر هذه الخطوة تمتص قليلا من غضب الشرع كما رانا نشوفوه في الغضب اللي يروفش لكن ما هيش المطلب الاساسي كان في الاول هذا هو مطلبنا لكن مطلب الحراك الان راهو كما نقولو كفيه تصعيد اذا كانت هذه المدى ما تحافظش على نزاهة كم تبقوها ما تحافظش على نزاهة الانتخابات ونزاهة الانتخابات واللجنة انها تكون مستقلة مشرفة على هذه الانتخابات يعني رح يكون مشكل كبير ومن هذا المنبر نطالب السلطات المسؤولين في المجلس الدستوري عندها تفعيل هذه المدى يركزوا بزاف على اللجنة مستقلة التي تشرف على الانتخاب